السلام عليكم انا لقيت الصورة دي زهرة وطلعت رند فقلت ادخل اشوف ايه حكاية الشيبسي اللي بتعم الرجلين دي ارجو للفراخ وهل هو فعلا هي رجلين الفراخ اصلا ليها طعم اه هو بعدين برضو بدور لقيت بطعم الرنجة شايفين الصورة حطين الرنجة والبصل الاخضر يعني لسا ما نشوف هيعمله بطعم ايه تاني الفراخ طبعا انتو عارفين ان هي كاغالية اول يومين اللي فاتهم دي فما تخيلناش طبعا ان هم ممكن يعملوا شيبسي بتعم الفراخ يعني الواحد يجيب رجلين فراخ ولا يجيبك الشيبسي اه ما قلبت بقى ودورت وشفت قلت هلعبس كده ونشوف الخبر دي فلقيتهم لأ ان هو في حد عاملها كده يعني ضحك وهزار يعني اه بقى ان الفراخ غالية وكل حاجة غالية ده بالرجلين نعمل نعمل بيها ايه شيبسي واحد تاني طلع وقال الريش برضو نستفيد منه ونعمل منه شربة اه ان احنا بقى ما حدش قادر يشتري فراخ ان اسعارها غالية فكله ضحكة وطلعت في تشوب في الاخر ما فيش حاجة من ده بس هي لفتت نظري الصراحة يعني الصورة اه انها جديد وشيبسي بتعم ارجل الفراخ والرنجة فعجبتني قلت نتكلم معاكم فيها ونعرف حاجة ضحكتنا في غلو الاسعار اللي احنا في ده هتمنى يا رب ان الفيديو البسيط ده يعجبكم وان ما يطلعش فيه شيبسي بتعمر اه ارجل الفراخ لان ما فيش حد هيشتريها خالص اه هيعملوها ازاي او هيعملوها ازاي ممكن يعملوها ما عرفش بقى نشوف الايام الجاية دي هي فعلا كده في تشوب زي ما قالهم ولا هي فعلا حقيقة هننتظر الايام الجاية ونشوف اه ما تنسونيش في اللايك ما تنسينيش في تعليق جميل منك واشتراك في القناة اشوفكم على خير يا رب بفيديو جديد مع ارجل الفراخ في الايام المقبلة